مياه عذبة في أعماق المياه الملحة كنز ثمين أطل على بعد أميال من شواطئ مدينة صور حتى النقورة بعد أن تشكلت عشرات البرك من المياه العذبة عند سطح البحر كشف عنها نقيب الغواصين في لبنان نحن ما عندنا ماء من ناحية الاقتصادية نحن عم نشتري ماء عم نشتري مية ملوثة والماء عم تروح حذر بالبحر وعم نحكي عن كميات كتير ضخمة يعني البير اليوم في عشرات الأبار بالمنطقة هون والبير عم نقيب منه ماء اليوم قطره ثلاث أمتار وعم بدخل ماء من أربعين متر على سطح الماء عم يعمل برك تنطلق رحلة استخراج المياه العذبة وسط أمل بتحرك الدولة اللبنانية لاستغلال هذه الثروة